اشتركوا في القناة 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 يعني انت اصلا عارف ان انت هتجدد تب بتجيبوا ليه اصلا تب ما تجدد وخلاص يعني دي اللي اعرفتم الناس سنين برضو من بعد الناس المعتقلين ان هو اللي في الاقسام ممكن يكون عددهم كبير فييجي اللي هو وكل النيابة تصل على المأمور يقول له ايه جدد اديهم 45 و 40 يوم وانا في اي وقت همر عليكم دي وخراس فده هي دي العدالة بتاعة العدالة اللي في مصر دلوقت احنا دلوقت في ايه قانون الغيب انا زوجي دايما كان له مقالة مشهورة ان في مصر قضاء لا يخشون الا الله كان بيطالب كان دايما يدافع يعني كان يقول تطوير العدالة القضائية في مصر ويسا تطهير العدالة الايه القضائية في مصر كان بيطالب في وسائل العلام في البرنامج بتاعه كان دايما كل ما يكون اي اي موضوع عن القضاء كان بيتكلم ان في مصر قضاء لا يخشون الا الله عايزين القاضي بعد ما يطلع على المعاشي يكون المرتب بتاعه او الدخل بتاعه اكتر من الدخل اللي هو كان بيتقاضيه اسناء عمله. عشان القضي ما يلجأش ان هو يعني يشتغل في البزنس ويبدأ بقى ان هو ايه يعني حد ايه يسيطر عليه في اه في الشغل بتاعه او في ايه في القضاء بتاعه. القضية بتاعته هو بقى له خمس شهور بيتحقق معاه في اه في القضية رقم تلتمية تمانية وعشرين. اخر مرة القضية رقم تلتمية وعشرين البنود بتاعتها ان هو بيتخبر مع حماس بيقابل اشخاص ممنوعين من دخول مصر زي خالد مشعل بيعمل على توطيق اه على زعزعة العلاقة ما بين مصر وبين اسرائيل بسبب تصريحاته الا الانتماء الى خلية سرية مكونة من من عشر اشخاص خمسة من فلسطين وخمسة من مصر وهو يعمل المستشار الاعلامي اه لديها بعد التحقات دي مع عدة خمس شهور نفاجأ ان القضية قضية تانية خالص اللي هو هده هتدخل خلاص بقى محكمة السناف القهرة قضية رقم 371 متهم فيها 36 واحد بتبدأ بالاستاذ الدكتور محمد بديع المرشد بعد كده الاستاذ المهندس مخيرة الشاطر بعد كده رئيس الجمهورية وان هو ايه هو بيتخبر مع دلو كل البند الاولانية هؤلاء الاشخاص ال36 اللي منهم طبعا البلتاجي والعليان والصفوة الحجازي دولتخابره مع جهات اجنبية للقيام باعمال تخريبية داخل مصر وكل هما تمن بنود القضية البند الاولاني واحد من التاني مقرر في التالت مقرر في الرابع دي كل القضية دي المعاناة بتاعت السجون معاناة أسر المعتقلين عشان نروح نزور طبعا احنا بنقعد طول اللي واحد يحضر في الزيارة نسحة الصبح بدري عشان ندخل الزيارة الزيارة التانية مثلا على الساعة اتاشر لازم نكون متواجدين هناك من الساعة سبعة الصبح عشان نسجل في الزيارة الاولى او الزيارة التانية طبعا بيكون معنا الاطفال احيانا ممكن اخدهم معايا وممكن بسهلا باخدهمش سازن اهما عندهم دراس بس لازم كل مرة ومرة أخدهم فطبعا بنقعد حوالي 3-4 ساعات انتظارا أن هم ينادوا علينا بعد كده نقف طبور قدام باب السجن طبعا بطريقة غير آدمية ومكان غير آدمي على ما ينادوا علينا عشان ندخل واحد واحد طرق الف تحقيق اللي هو عند محطة المترو ده على طول بعدها طبعا بنقف بندخل من باب السجن واحد واحد نقف طبور طويل حوالي 45-45 لساعة في الشمس بالأطفال حتى لو انتحال عليهم أن هم يدخل الأطفال يقول لا لازم يتفتش طيب خدهم وفتشهم لا خليهم معاك لما تدخلي بيهم في بعض الزوجات يعني وضعوا أبنائهم وأهليهم والأب معتقل جوه هي وضعت فجاية جاية بالبيبي يعني يا دوب ما فيش أيام طبعا ما فيش رحمة للناس دي فبعد كده ندخل ندخل عشان نعدي على الحاجة على السير طبعا كل الحاجة بتطلع واحدة واحدة وتتفتش بعد كده تدخل تاني بطريقة غير آدمية الشنطة بتاعت المفروض إن فيه واحدة بتفتشها لا بيجي واحد تاني ويفتشها فبعد كده مندخل عشان ندخل مكان تاني عشان برضو ينادوا علينا واحد واحد ويدخلونا وبعد كده تبدأ التفتش مرة تانية وتفتش مرة تالتة وبعد كده ايه نبدأ ايه ندخل هي دي دي معاناة كل اسرة دي في اسناء الزيورة بس غير ان سبحان الله يعني الاب او الزوج او الاخ طبعا بيكون هو ده العائل بتاع الاسرة لكن احنا كأسر معتقلين يعني ايه عندنا يقين في الله ان من كان في الله يتلفه كان على الله يخلفه طبعا بتدوغ كل اسرة معتقل بتدوغ حوالي 15 يوم ما بين 15 و20 يوم طبعا تدور على ايه المعتقل بتاعها او اللي هو صاحب الاسرة او الاب او الاخ او الزوج او اذا كانت تبنت 15 يوم تروح تسأل في كل السجون اجابة واحدة مش موجود عندنا بعدها ب15 يوم عشرين يوم تروح في نفس السجن نفس السجن اللي راحت فيه قبل كده وقولها لأ ده هو موجود فهي دي المعاناة بتاعت الاسر وفيه اسر تانية مع معاناتها اكبر يمكن فيه اسر تانية يعني انا مثلا انا زوجي والده فوق التمانين فطبعا ما بيقدرش يروح فطبعا لا فيه وسيلة اتصال انه هو ممكن يتصل بوالده والده مش يعني ممكن يقعد مثلا ممكن والده ممكن يقول يعني في المرتين من خمس شهور نظروا مرتين فالقضية يعني اكبر من قضية ممكن يكون انا قطلت عليكم بقصة بالمعاناة بتاعت المعتقل والاسر لكن القضية مش قضية معتقل ولا قضية معاناة ولا قضية كم شهر هنعودهم القضية قضية وطن وقضية وطن بيغتصب ولازم ننتزعهم زي ما قال الاستاذ من اليهود والصعينة فاحنا عارفين ما كان في الله تلف وكان على الله يخلفه وايام وان شاء الله هتعدي وربنا ان شاء الله هيكون فرج قريب من عنده وكأسر معتقلين بنحضر كل الفعليات وكل المظاهرات وكل المؤتمرات وبرضو ممكن ان نقضي مثلا اللي هو يوم الجمعة المليونية بتاعت الجمعة ونسهر طول الليل ونروح الزيارة بتاعت السابط لو فيه فعالية تانية برضو بنجي نحضرها لان هي القضية قبل قضية وطن اذا كان هو ممكن ايه هيربكنا شوية بان هو ياخد المعتقل عشان نلفه خوالي نفسنا لا احنا اخدين بالنا كويس او من اولادنا وبنذكر لهم وبنودهم المدارس وبنروح الفعاليات وبنروح الزيارة ومش مقصرين في الزيارة يعني في زيارة في اسبوع بروح في زيارة مرة كل اسبوع اللي هي قدرت السجن ومرتين في اللي هي بتاعت النيابة في الشهر فبروح ست مرات في الشهر ويلحمد لله ما بنقصرش في اي زيارة من الزيارة دي ده زيارة ده احنا بنستناها يعني فعلا بعد الالم لما بنشوف المعتقلين وهم لبسين ابيض فسبحان الله بتحس ان هما ملائكة دخلين علينا مش واحد معتقل بصرف النظر بقى عن الطريقة المهنة اللي هما بقعدوهم بيها لكن كل ده ان شاء الله يهون في ان ده طريق جهاد طريق احنا تدينامي البداية انا زوجي لما بداية الارتباط قال ان قدام الطريق واحد بس انا ممكن اتكلم عشان اخد فلوس وممكن اخد فلوس عشان اتكلم انا اللي هعمل ده هو اللي هعمل ده احنا همشي وهتكلم الكلمة اللي انا مقتنع بيها هو اخر كلام كان على الحدث كان قال ام مرسي اما في القصر واما في القبر واحنا وراه اما في القصر واما في القبر فهو صدق الله فان شاء الله ربنا هيصدقه وان شاء الله هيخرج بالسلامة وكل المعتقلين هيخرجه وكل الانقلابيين الى زوال وان شاء الله النصر قريب جدا ونسع الظلم ترمع عليه بالطريقة دي فإن شاء الله لازم ينكسر وإن شاء الله إحنا سبتين وسوار أحرار حنكمل مشوار